عبرت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان عن استيائها واستنكارها الشديدين للتقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والذي يصف الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار على أنها حصار وأكدت الفدرالية في تقرير لها إلى أن قطر تسعى إلى الظهور بصورة الضحية في مشهد يخالف الحقيقة بعد ساعات قليلة فقط من الإجراءات التي اتخذتها دول عربية اتجاه نهج قطر في المنطقة كرست الدوحة جهودها لتغيير الحقائق بل والالتفاف على أصل الأزمة فأطلقت قطر مكيناتها الإعلامية وحتى الدبلوماسية للترويج لمصطلحات غير واقعية ومحاولة تصوير نفسها في دور الضحية وهذا ما لم يحصل فالمطارات مفتوحة والموانئ أيضا وبالنظر إلى المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية والقوانين الدولية فإنها تكشف زيف ما يتم الترويج له وهذا ما دفع منظمات حقوقية ومن بينها الفدرالية العربية لحقوق الإنسان ومقرها جينيف إلى إصدار تقرير تفند فيه ما تدعيه قطر ومؤسساتها ويشرح هنا التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر فتسمية الإجراءات على أنها حصار وصف اعتبرته الفدرالية العربية لحقوق الإنسان مستحيل فوثقا لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قصرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن وعن ما تدعيه قطر عن قطع شمل الأسر وخصوصا النساء والأطفال يؤكد التقرير على أن الدول الخليجية الثلاث لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بل مارست حقها السيادي حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر كما شرح التقرير أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية شيء لم يحدث وينشر التقرير نقلا عن الرئاسة العامة لشؤون المجد الحرام والمجد النبوي عن أن 1633 معتمرا قطريا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة في المقابل استنقرت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمر الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية وينتهي التقرير إلى أن قطر حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكا أو خرقا لقواعد حقوق الإنسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي معنا الآن من القاهرة مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية السفير هاني خلاف سفير خلاف مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من جديد مرة أخرى تظهر مسألة استخدام هذه المصطلحات الحصار أو المقاطعة الآن هذا التقرير للفدرالية العربية لحقوق الإنسان في جنيف يقول أنه لا يوجد شيء اسم حصار في هذه الحالة لأنه هذه إجراءات اتخذت من دول إجراءات سياسية في المقام الأول ولا تنطبق عليها شروط ما يعرف بالقانون الدولي بالحصار تعليق سريع بداية على ما ورد ربما في هذا التقرير أعتقد الفرق واضح عندما ذكرت الفدرالية أن التفسير المعتمد حتى الآن هو أن الحصار عمل من أعمال مجلس الأمن وليس لأي طرف سواء كان فردي أو سنائي أو رباعي أو جماعي أن يقوم بحصار ما ولكن ما اتخذته السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية تجاه دولة قطر أو بعض رعاياها كان يستهدف في المقام الأول تأمين حدود وأراضي هذه البلدان الأربعة مما قد ينتج عن وجود عناصر معينة موجودة في أراضيها أو يحتمل أن تأتي إلى أراضيها فبالتالي كانت هناك بعض التنظيم وبعض المراجعات لنظم السفر والنظم الإقامة والحمد لله هنا وضحت السلطات السعودية والسلطات الإماراتية أنه لن يضار قطري موجود للدراسة أو لن يضار قطري موجود في الأراضي السعودية بيعتمر للعمل أو للتجارة هم فقط بيركزوا هذه الجهود على المشتبه في تصرفاتهم من نواحي الأمنية أو النواحي الأمن الوطني الداخلي ونرجو أن يكون لدى منظومة حقوق الإنسان في العالم صورة أوضح بكثير مما تقدمه مثل هذه التقارير الجزئية أو الفرحية أو واحد ويرد عليها التاني هناك مجلس الدولي لحقوق الإنسان وهناك لجان وطنية لحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم العربي نستطيع أن نستمع إلى تقاريرها والأسف هذه مسألة على أهميتها من ناحية الإنسان والفرد ولكنها هي محاولة من جانب بعض القطريين لتحويل مصاري الأزمة من جوهرها الحقيقي إلى منطقة أخرى أنا أقول أكد على أهميتها إنما ليست هي جوهر المطالب أو جوهر النزاع القائم حاليا بين الدول الأربعة وبين حكومة قطر وبالتالي نرجو أن يتعامل القطريون بمسؤولية أكبر في التعامل مع طلبات السياسية التي وجهتها إليهم الدول الأربعة ومنها مصر وبالذات فيما يتعلق بتسليم قوائم شخصيات معينة مطلوبة لتنفيذ أحكام قضائية 59 شخصية إلى جانب 11 كيان تنظيمي أو أكثر فيهم يعني يمكن للقطريين أن يتعاملوا بما يمكن تسميته بالنية الطيبة وبالواقعية في أن يقدموا شيئا النهاردة ثم شيئا غدا ثم شيئا بعد غدا بأسلوب تمرحل يمكن لهم أن يغيروا بعض الشيء صورتهم المنطبعة حتى الآن في العالم الخارجي وهنا داني أسألك على تصريحات وزير الخارجية القطري الأخيرة يقول فيها بالنسبة للمهلة النهائية ومدتها عشرة أيام فنحن نعمل مع الأمريكيين والكويتيين لإعداد ردود ملائمة للقائمة التي قدمت لنا ربما هذا هو أول موقف رسمي قطري يصدر فيما يتعلق بهذه القائمة هل برأيك هناك دراسة جادة في الدوحة لهذه القائمة وقد نشهد ردا عليها في الساعات القليلة القادمة أظن في الأيام الأولى للتقديم هذه المذكرة التي تشمل حوالي 12 مطلبا للدول الأربع قدمت وسلمت إلى سمو أمير دولة الكويت باعتباره هو وسيط الخير في هذا الأمر وأعتقد أنه نقلها وزير خارجية قطر ونقلها آخرون إلى الإدارة الأمريكية أتذكر أن رد الفعل المبدئي الذي تقدمت به بعض الأطراف القطرية ليس متذكر من بالضبط قال أن هناك من بين هذه المطالب ما يمكن التعامل معه بواقعية يعني كان عندهم في البداية استعداد للتعامل مع بعض المطالب إنما المطالب المتصلة بما يسمونه السيادة الوطنية القطرية المطلقة واختيارات السياسة الخارجية وسياستها الإقليمية وغيره هذه كانت قضايا أخرى هم يرون أنها فيها تدخل في شأن السيادة أو في انتزاع من حقهم السيادي وإن كنت أنا لها شخصيا كمحلل سياسي ولست كصاحب مهنة ديبلوماسية رؤية خاصة في مفهوم السيادة نحن محتاجين في عالمنا العربي إلى مراجعة مفهوم السيادة بمنطق واقعي أكثر ومنطق عملي يفيد ليس فقط الأطراف المتنازعة حاليا مع قطر ولكن يفيد كل الأطراف العربية في النظام الإقليمي العربي نفسه النظام ما يزال قائم حتى الآن على السيادة المطلقة لكل عضو لكل دولة عربية عضو حتى مهما كانت مقومتها المتوفرة لها من ثروة أو نظام سياسي أو عراقة في التاريخ أو ثروة أو مقومات مساحية مساحة أو جغرافية أو غيره أو استراتيجية أو غيره هناك الأمم المتحدة اعترفت بفكرة تقسيم السيادة إلى نوعين نوع يتصل بالدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن لهم بعض الحقوق التي لا تتوفر لغيرهم والجميع اعترف لهم بهذا لماذا لا ندخل إلى مفاهمنا الخاصة بالسيادة الوطنية في النظام الإقليمي العربي تنويعا مفيدا ويدرس القانونيون ورجال القوى السياسية ومن كل الجوانب بحيث يظهر فيه نوع من الوضوح في حجم العمل الموكول إلى دولة ذات مساحة كبيرة أو دولة ذات ثروة كبيرة أو دولة ذات قوة عسكرية كبيرة ودول صغرى تنازع الدول الكبرى في خصوصيات معينة لم يكن من اللائق أن تنازعها فيها يعني يعني مش عايز أسمي أسماء ولكن أنا شايف الموضوع يهم القانونيين بالدرجة الأولى وعودة إلى الموضوع القطري أنا أظن أن قطر ستستفيد درس مهم جدا لو انتهت الأمور بسلام إن شاء الله وأرجو أن ينجح سموه أمير دولة الكويت وأي وساطة أخرى تأتي حتى لو أتت من بعض الأطراف غير المتوقع قيام منهم بوساطة أنها تستطيع أن تنهي هذا النزاع على أشياء تستفيد منها قطر في حياتها القادمة لصالح شعبها ويستفيد بها كل الأطراف العربية والإقليمية المحيطة شكرا جزيلا لك السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق للشؤون العربية كان معنا من القاهرة